طيب شباب نكمل محاضرتنا بعد ما عرفنا عن الزون وانواع الزون وشو الفروقات اللي بينهم خلينا نشوف بس اكم من موضوع عوش نيدي هون نيدي على البروبرتيز هادسة هون شو بقول لك احنا عرفنا هاي شو الجنرال وبإمكانك انك تعمل بوز مثلا لموضوع الزون تعملها بوز تطفيها تشغلها اللي بيدك ايا وقلنا فيه موضوع انه الاكتف داركتوري في سكيور لانه اكتف داركتوري انتغريتزون ولو انا بش حاطت اكتف داركتوري انتغريتزون ما بتطلع لي سكيورو ألني بتطلع للنان والنان ان سكيور طب ايش هي هي الايجينج الايجينج انا بمكاني اجيها من هون بمكاني اعمل من هون اجي على هون سكافنجينج ستيل اعمل ايجنج بس بديش اعمل الياس طب ايش هي الايجنج الايجنج اما انت تتيجوها شو بقولك سكافنجينج ستيل او ستيل ريسورس ريكورد سكافنجينج يعني كنس الرسورس القديمة ايش قصتها قل لك يا صديق العزيز انت لو في حال كان عندك انتري برايس شركة كبيرة انتري برايس وعندك الوف من الاجهزة يعني اجهزة عندك كثير جدا ومره هذا الجهاز بتغير اسم ومره هذا الجهاز مثلا خلص شلته من الدومين ومره هذا الجهاز خلص بطل اله يعني هذا يعني اسماء اجهزة كثيرة موجودة عندي هون كريكورد بس انا مش خلص مش بحاجة الها او خلص انتهت فقال لك انت ليش وهي داتا بيزي بتكبر فقال لك انت لو حطيت هذا الابشن يا اصدقائي هيقول لك اني انا راح اصبر عليك الجهاز ما يشبك عندي ما هو كل ما يشبك الجهاز بيعمل ايش مثلا زي الابديت ريفرش انه لدي اناس بسجل زي هون شو بيقول لك مثلا انه هذا مثلا التايم ستامب تبع وعشرين والتاريخ وكده فايش بيحكي لك اني انا بصبر عليك من غير ما تعطيني اي ريفرش سبع تيام اخر موست ريسنت ريفرش لمدة سبع تيام ها بعد السبع تيام ما تعمل ريفرش بيقول لك كمان معك سبع تيام لازم تعمل فيها ايش استامب ريفرش لازم تعمل ايش ريفرش اذا ما عملت بعد الاربع يعني توتال 14 يوم ما عملت فهو ايش شباب راح يشيل كل الريكورد دليت الها اللي ما عملها ريفرش اللي ما عملت ريفرش او ما سجلت لوجن على النتورك يعني تخيل فكم من الايش عندك من ايش عندك من الريكورد اللي مش معمولها مثلا او الاجهزة مش معمولة لوجين فيمكن في اجهزة قديمة انت بجداري عنها راح يحملها الديليت طب هذا الخيار ليش بيكون هو انشيك لانه يا شباب الايجينج يعني الاجهزة الاشي الهرمة والشيخوخة هذا قال لك نستخدمها في بيئة الانتري برايس مثلا عنا في الشركات الصغيرة قال لك انت امرات فيه موظف ماخد شهر يعني اجازة والله يجي يدخل على الجهاز يلاقي الريكورد هذا تبعه ديليت تخيلوا ديليت فانت في هاي الحالة شو تعمل قال لك في هاي الحالة انت لازم تروح ايش تعمل مثلا اول اشي تعمل ايه انه انه ديس جوين او جوين طب انا بديش اعمل ديس جوين او جوين قال لك خلص تيجي تعمل انت ايش ريكورد هون ريكورد الو نيو هوس وتسجل ريكورد من اول طيب شو كمان طبعا من على هون انا بحكي هسا هوا هادا الابشن الثالث هادا كديس جون جون من الكلاينت و هاد كمان تحكيلو اي بي كون فيج على الكلاينت ريجيستر خلص ديانس تمام بسير بسير البدكية تمام صحيح شباب كمان مثلا انت بش هادا مثلا بش احنا هون كان فقنا سكندري زون صح راح يقول لي واحد طبعا لو بدي اعمل جوين وهذا السيرفر بس عليه سكندري زون ما علي مثلا الادشنل هل انا بقدر اعمل جوين وحط دياناس تبع السكندري رحقول لك لا الصح انك تحط طبعا اذا في حالة ما في عليه اديشنل الصح انك تحط الدياناس تبع لبرايماري تعمل الجوين بعدين بتقلبو الكلاينت هون الدياناس بتخليه اشر على السكندري طيب في حالة تانية اه هو يمكن ياخد انت حاطة السكندري رح يقول لي واحد طبعا انا مرة عملت و جربا اخد جوين ماشي يمكن اخد جوين بس مش راح ينزل الريكورد هون عندك طب في هاي الحالة لا بتحط الكلاينت البرايماري طبعا انا لو بدي اخليه على السكندري وعمل الجوين طب بدي الريكورد ينزل هون ساعتها يا بتعمل اي بي كونفج ريجيستر دياناس او بتيجي انت بنفسك هون كمان ايش تعمل بتسجل الريكورد بنفسك مانيوالي هون بتحكي رايت كليك وينيو هوست تمام اذا اذا هذا موضوع سكافنجين فبيقول لك لا يعني انت لا تحط هذا الاوبشن الا اذا كانت عندك خلص يعني الانتري برايس طب بيمكانك تكون هاورس بيمكانك تحط ايام كثير يعني مئة يوم بيحكي معقول يعني في هذا الشخص بديو يغيب لمثلا اه 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 ثلاثمائة وستين يوم بيغيب سنة اجازة يعني انت بتكون ضامن مئة بالمئة صح? الف شوف لوين العدد يا شباب لسه لسه اه لسه شايفين فانت ايش حسب البوليسي والتبعك و البرسيجر شايفين كمام طيب الستارتوفوثوريتي حكينا عنها شباب النامسيرفر حكينا عنه انو عن النامسيرفر السكوريتي حكينا انو بامكانك انت تعمل مثلا للدي ان اس دومين انت تفوض انو اشخاص تعمل مانيج للدي ان اس تشتغل عليه هون الدي اناس ادمينز زون حكينا عنها الوينز قالك في حالة انه عندك اجهزة بري 2000 بامكانك تحكي بامكانك تحكي يوز ويندوز فورورد لوكاب طيب وين دونات ريبليكات مثلا مثلا ديش ريكورد بامكانك او خلاص بدي مثلا مين بدك تحط بدك تحط بدك تحط بامكانك انك تروح على الدي اناس او الاكتف ديركتر يوزر ان كمبيوتر على اليوزر فيش مطلع الدي اناس ابديت بروكسي وصدف هون اضيف دي ات سي بي سيرفر دي ات سي بي سيرفر اما ناخد دي ات سي بي كمان رح نعرف شوية قالك الدي ات سي بي سيرفر الكلينت الى بري 2000 رح تروح تاخد اي بي قالك هون هو اصلا الكلينت الري 2000 رح تاخد اي بي من وين من الدي ات سي بي ادي ات سي بي يا شباب في اوبشن بيقولك هذا الوبشن بالشعبي اني انا عندي اوبشن بامون على الدي اناس انو الدي او الماشين اللي بتاخد عندي اي بي بامكاني انا اسجل لها ايش ريكورد في الدي اناس هذا في الوضع الطبيعي طب لو عندي بري 2000 بري 2000 لو اجزة تحت الالفين قالك بسير بس لازم هون تحكي الدي اناس ابدات بروكسي تضيف هون ايش الدي ات سي بي سيرفر قالك ليش حتى يكون هو مفوض عنهم في كتابة الدي ات سي بي سيرفر اما في الوضع الطبيعي اما ناخد الدي ات سي بي الدي ات سي بي شباب في اوبشن انو خلص اي واحد باخد عندي اي بي رح يتجله هون ايش ريكورد في الدي اناس رح نشوف هاد الوبشن وين في الدي ات سي بي ثمام طيب هاي بأس ايت سي بي مرة او سي بي اوف تحكي اي شاباب اي اي سي بي هذا اذا هادي هي يا شباب اس سكافنجينغ اوكي انت مخير يا على مستوى الزون طب انا بدي ايها على مستوى هاي بتعمل انت بدك اي شي هلا هلا مانيوالي هيى طب بدك السيطة اي جنج لكل الهاد لكل الزون على مستوى كل الزون هي بامكانك تعمل طب انا لو عملت هذا الوضع وجيت على هاي الزون بالتحديد وغيرتها لحالها بصير اه بان احكيت لك الخاف باوفر رايت ايش البيبليك العام يعني انا حطتها هنا 14 وفوق 7 خلص البيبليك عادي بيمكنك على كل الزون انت تعمل اللي بالدكية تمام طيب نيجي هون ضال اشي هون كله شرحناه طيب طيب نيجي هون على البروبرتيز الانترفيس قل لك انت انا عندي هاي الانترفيس هاي الانترفيس فيها بتشتري على الويس 6 وعلى الويس 4 قل لك لو انت عندك مثلا اضفت كمان انترفيس وعليها سبنتانية مثلا 2.1 النيتورك ايدي 3.1 اكثر من سبنت ايدي شايفينها ضيفها هون بتحط عليها تشيكات فيها بتحط علي الاي بي ادرس او ان بتحكي هيك بضلا بتختار اللي بدك ايا هذا اا هذا لا او تحكي علي الاي بي ادرس بتحضن عليها تشيكات تمام تمام عندين هاي الانترفيس طيب يقول لك سلكت اي بي ادرس that will serve dns request the server can listen the dns request ip address define this computer طيب الفورد ورد حكينا عنه يا شباب وشرحنا طيب الادفانس الادفانس قل لك فيه شي اسمه هاد الانيب الراوند روبين الانيب الراوند روبين يا شباب زي انا عندي هون في المثال تبع اللي عطتكون هي عندي ال оставive director او domain controller DC01 وعندي domain controller DC02 تمام فقال لك ال client مرة بيعمل من هون مرة بيعمل من هون من عامل هاي الخاصية وقلنا يا اي انك تستخدم شغلة ال priority او ال wait هاي بسموها ال round group مرة هون طب الى مان تنبال عندك ده web web server وعليه 2IP مثلا ويب سيرفر او عندي جهازين بلعب هدا ويب وهدا ويب هون بيمكانك تستخدم اشي اسمه راوند روبين مره ياخد هون مره هون بس احنا احنا نستغل علي اشي اسمه البي رح ناخده ان شاء الله فهذا الراوند يعني بوزع حمل موزع حمل بس مشكلة الراوند روبين يعني ما منستخدمه كالن البي يعني النت وركلوات بلانسنج اقوى منه بكتير طيب اقوى انت عندك هاي السيرفر هاد السيرفر النتوورق ايدي تبعته 162.1.1 فرضا وعندي انا في فرع العقب هاد عمان هاد عمان وهونا فرع اربد فرضا اربد اربد تمام قال لك النيتورك ايدي 192 168 2.1 فقال لك هو اصلا الاجهزة رح تكون ديانا استباحة مثلا 2 هذا البرامري وهذا مثلا البرفيرد 2 وهذا مثلا الالتروني فهم اصلا اما يعرف انه انه النيتورك ايدي تبعه 2 خلص رح يحط حاله في هذا الماسك فبيقول لك هو اوتوماتيك للسيرفرات المكنفقة انه يحكي للكلاينت او انه انه في اي ايش نيتورك فقال لك انه انه انت بتاخد الكلينت لازم يودي ويعمل الدياناس ريسورف لامين باز على النيتورك ايدي فهو الحاله بعرف وانت ما تحط له الانترفيس طبعا تبعته كارد فهو بقول لك انابل نيتماسك خلص السيكيور كاش اقينيست بوليوشن او بولوشن سيقول لك يا سيد العزيز موضوع عن كاش عن الكاش يا شباب بيخزن كم حكينا بيخزن بنسبة كم 100 بالمئة يعني بيخزن بنسبة ايه 100 بالمئة جوجل رح تيجو تتخزن عندي في الدياناس في الكاش قال لك هي تتخزن في الكاش بنسبة 100 بالمئة طب صارعني عن جوجل فانت بتقول له لا انا بدي اياها نسبة 50 بالمئة كل 50 بالمئة روح يخدي ايش رفريش للآي بي بلس اني انا بدي اعمل سيكيور لهذا الكاش كيف؟ قال لك انت بش كل مرة بتكيش يمكن بتروح تجيب ترافيك لجوجل اجا واحد نطللك في الطريق مان ادى ميدل وقال لك لقت هذا الترافيك وودى لك الآي بي هاد فقال لك لا انا بدي اعمل سيكيور بدي احط كل خمسين كل ثلاثين كل أربعين اني ايش اعمل الابديت للكاش بعد خمسين بالمئة يعني لو عندي ساعة خليها نص ساعة خليها نص ساعة ومثلا انا عندي هاد هاد كاش ما يكتب على هاد يعمل كمان كاش كمان كاش كمان كاش كمان كاش تمام؟ يضلو يكيش بيقول لك بيكيش حتى لثمانية وتمانين الف ستمية واشي ستة و ستمية وتمانين ايشي بالسكند فبيقول لك انه انا هيك ايش الكاش كل مرة بيكون مكيش كثير كاشات بدل من يروح يجيب كاش ويجيب كاش وبرضه بنفس الوقت انا بكسب اي اشي اوبديت بصير على اشي جديد تمام؟ ما يضل الكاش عندي كثير مكيش يعني يمكن يكون هذا الكاش جايين من التكر ويضلو مكيش عندي ساعة اي بي لا 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 الو فهمتو؟ فهو بيعتم فهي بيقول لك هي مشغلة اوتوماتيكلي هي مشغلة سيكيور الكاش اغانست بوليوشن بوليوشن يعني زي التلوث الناب تشيكينج يعني صيغة او الفرمات تبع الكلام اللوت زون داتا ستارت اوب اه بيقول لك من من فروم اكتف داركتوري في في الرجستر والفايل من فروم اكتف داركتوري والرجستر طبعا اناب الوثوماتيك سكافينجينج حكيناها اذا بدك تعملها من هون كمان يعني نفس الشي كلها سبعة ايام اربعة اتاشر يوم لا مهمكيش الروت هينت اللي شفناها الديفولت طب قل لك هاي اربعة هادولة تلاتة عشر طب انا اذا اعمل اذا اعمل ادل ايش جديد طب مثلا انت اعملت لهم دليت اعملت لك سيرفر تاني اديشنال و بدك توقع نفس الروت بتحط الاي بي ادلس تبع الديشنال و بتحط لك نفس هذول الروت هينت تمام السيكوريتي حكينا عنها السيكوريتي منه الصلاحيات الادفانس الفورد الانترفيث الديبوغنج بدك تعرف الاترافك كيف طالع وكيف جاي بإمكانك تفاعل الديبوغنج و تحطه مثلا في باث تشوف الروغس طبعا هذا بيعمل لود كبير ما بدي اياه بس ان في حالة بدك تعرف تطلع و تيجي الديانس والريكيرسوف والديانس كويري و و تسيبي هاي بإمكانك تحط هذا الروغس هون الباث تبعه عنوان يتخزن على السيعة الديعه اللي بدك اياه فيس ادفانس روت مونيتورينج المونيتورينج طبعا بشانا قلت لك عليك اسمه ريكيرسوف كويري والاقينست كويري الديانس داك تسته كيف بيعمل الكويري شغال اه والله هايو شغال ممتاز طب الريكيرسوف تست الكيرسوف كويري تصبر عليه بحكي لك انو مثلا بايس شوي خلاص بايس طب التست انترفال بدك تخلي ايو بايس طب التست المهم التست تست با ايو با ايو بايس با انا ما بهمني عمله تست خلاص شغالا ليش بدي اخلي شغال بتيستات هاي هون شايفين هون هون عمل لي بايس 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 يعني تست تمام فانوي بايسو كيرسف الريكيرسوف الي حكينا عنها اه في لاrun قد طب الريكيرسوف با كائه افكه وايو خلصنا هان شم obecوا لك، الهم الم ander كام لدي انا سيلو ايفنت وين موجود بالايفنت في فيور هاي ها وين هون ها هاي انا عندي الكاستوم انا عندي اه هاي دي انا السيرفر وفي عندي في الابليكيشن كمان مور ديتلز في مايكروسوفت في اشي اسمه ايش دي اناس هاي اه ها افتحها الويندوز بتلاقي اشي اسمه دي اناس دي اناس دي اناس تفاصيل التفاصيل هاي دي اناس كلان دي اناس سيرفر وبتشوف تمام هاد بحكي لك انه الايفنت لوجنينج هون تتخزن اول الايفنت ولا بدك الايرور ولا الايرور عند وورنينج ولا نو ايفنت ولا بدك ايا تمام المونيتورنج حكينا عنها طيب ريفريش طيب دي اناس اللي عندي هون انا عندي هاي زون طيب خلينا نيجي على الكاش الكاش من شوفو ان اهي هاي الادفانس هاي الكاش اللي حاكيت لكم عني شباب هاي شايفين في كاش هاي هاد الكاش مثلا في ايش دوت نت اني عندي هون طلبته ها كاش هاي الروت الكاش شايفين الكاش اللي عندي الناس هاي حتى نحضط لك انه عنده هو زي الروت هين طلبت وبيخزن وهون بيجيب طبعا لو انت فاتح دوت كوم دوت اور بيطلع لك كل الفولدرات وبيطلع لك الريكورد المواقع اللي انت طلبتها فيا بتيجي عليها بتعملها مثلا دليت او بتحكي له مثلا دليت من هون او بتحكي له مثلا هي كلير الكاش او تيجي تحكي له مثلا بدي اعمل كلير الكاش بيجي هون اي بي اي بي كون فيج للمين ما هو السيرفر برضو كلاينت تحكي له مثلا فلاش دي اناس او تيجي بتحكي له اه دي اناس هادا الكومنت سي ام دي دي ام دي كلير للكاش تبع الدي اناس نفسه اللي على السيرفر هذا الخاطب الدي اناس تبع الدي اناس سيرفر دي اناس كلير كاش دي اناس فانت بعمل لك هون بدل ما انت عملت هاي الكلير عملت من هون طيب من هون بسير طيب في عن طريق الباورشيل في عن طريق الباورشيل تحكينه مثلا كمان كلير ست دي دي اناس سيرفر ست دي اناس سيرفر كاش اللي هي هاي كله يا شباب انا مخزنين لكم اياه هون كلير الكاش كامل هاي ست دي ان اس سيرفر كاش كلير هاي ها كلير يعني هون تيجي بتحكي له كلير كي يعني هاي عن طريق ايش الباورشيل هاي للكليينت وهاي لسيرفر ها خالص ياس ياس اللي بدك اياه ها اوكي تمام هاي كمان طريق تيلي كلير للكاش عفيش وهون بتقدر تعمل كلير للكاش من هون كمان اكثر من طريق اللي بدك اياه اللونش اه اه الا اناس لكوب الا اناس لكوب شباب اللي احنا عملناه اما نحكي سيمدي اناس لكوب تذكروا بيمكانك تيجي تعمل اها من هون تمام بيمكانك تيجي تعملها من هون طيب بيمكاني انا اعمل وسيرفرس نفسها ها مثلا بااااااااااااااااااااااااا好的 التي اياه من ثانياهakers هاي ال dns server هاي restart و نفس السيرفر هو client لانه بش هو بيسأل نفسه عما حكينا في loopback رلا او انك تيجي من هون تقول له خلاص restart او stop تمام فهون بتشتغل عندك ايش ال ns lookup تمام طيب شو كمان عندك هون عندك هون dns dns هون شو بقول لك dnssic قبلها قبلها ال new domain حكينا عنها صح هون هون لو بدي انا اجي اعمل هون تطلع شباب هون اقول له delegate ايش ال delegate حكينا عنها ال delegate حكيت انا عندي يا شباب مثلا عندي هون حكيت انا اعتقد عنها انو عندي انا ال delegate انو انا عندي بصرح عندي فورست هون عندي هنا فورست و عندي هون مثلا دومين كنترولر dc01 قال لك لو انت انشأت تشايد هذا تشايد سميته x سيكون x.abc.com فاذا الاجهز ستبلش ب bc وهذا ال domain name من عند ال x قال لك انت اما تنشأ اصلا هو رح يعمله dns فكل ما بدهم ال client رح يعمله من وين من الزون الموجودة وين على dc01 طب ايش هذا load و traffic و انا بشغل كثير انت اولا ما تنشئ شباب رح يكريت زي الزون هون لحاله رح يكريت ايش اسمه ايش x x.abc.com ويقوم زي هاي بش احنا حكينا هاي حكيناها عشان مختصة بال forest enterprise بال forest عشان يعمل ويخلي الاجهزة من تسأل فيها ال global وفيها ال dap وفيها ال bdc فقال لك انت لا انا بدي اخلي بدي اخلي ايش اعطيه تفويت هو يكريت لحاله dns server ويصيره عندك ايش ال client يسأله هو يعملهم على مستوى بدل ما يطلع عفوق ويرد عليه فقال لك شو بتعمل قال لك انت بتيجي هون تحكي له مثلا ها delegation كده شو بتسمي مثلا اسمه h1 next فبصير h1 او مثلا اقول ادخل build1 next مين هو السيرفر اللي كده اللي هو مثلا 192 168 30 40 اسم ال child enter the name of dns server that authoritative for this zone تمام وتحط ال full qualified اوكي فانس انت عملت هيكة بعدين بتنزل ال child خلص بصير بيكريت لحاله بنزل ال dns الناس اللي بدوك ايا اما لو ما عملت هي الحركة رح يكريت له ال child رح يكريت بيش مثلا اسمه build.abc.com بس زي هيك ادمت اي اشي بدو بكون هو ال authoritative تبعت وين dc01 هادي موضوع ايش شباب ال delegate ها يمكن الخالد اللي قصدك انت عنها ما حكيت عن build 1 و build 2 تمام طيب اه الزون هون قال لك ال dns قال لك انت اذا انت بهمك موضوع السكير انه ال traffic اما يروحه يجي يكون سكير بس تخدم ايش اسمه يا بتجيب سرتيفكات تشتريها يا انه بتحكي ال default هيك فرضة فتطلع هون كيف رح يصير عندي شباب ها قل لك رح يصير عندك الهمور عندك ايش بالالغاز طلعوا طلعوا فتصايفين انه صارت ايش مشفرة وقل لك كمان هاي اللي ترست اللي هي pointer لو تيجي تحكي هون او تيجي هون properties اضعوا اضعوا مثلا dns والضيف properties properties اضعوا اضعوا بس هيك ما فيها يعني انه امبورت بس اشوف ده فيها اشي دي اس طيب تمام هون اوكي هيا اد دي اس ما فيها شو بحكيك شباب انه انت هون عملت خلص اللي ترافيك رايح جاي ايش مور سيكوريتي صار سيكوريتي عندك يعني ترافيك مشفر طب انا مدرجعها لوضعها العادي شو بعمل ان ساين طب هون بروبرتيز هايها انا البروبرتيز هون وتيجي عنيها تحكي له ايش البروبرتيز هاي دورك بياه كمان قل لك هون بتعمل ايش يسمو الترست انكور يعني اعتبر لي هذا السيرفر الترست انكور شو يعني يعني يا شباب يعني يا شباب انت لو عندك هذا مثلا السيرفر بش احنا حتينا الروت هينت الروت هينت سيرفرات موثوقة ليش لانه عليها سيرتيفيكات وعليها سيكوريتي عالية ومبنى محروس وميت شغلة وشغلة فانت اي ترافيك رح يجي رح يكون ايش؟ هذا السيرفر بالنسبة له ترست تمام؟ طب انت هون لو عملت هاي الحركة لو عملت انت هاي الحركة طبعا انت هاي تبديها ترستيت وشهادات طب احنا ما بنعملها هادول المتابعون للبروفايدر بس هاي الروت هينت والعيكان واا 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 بقول لك فانت تعتبر هاد انابل الدستريبيوشن فور ترست انكور بوينت ان اعتبر لي هذا ايش؟ انه هذا الدي اناس موثوق عليه سيرتيفيكات وخلص اعتبر لي ايش؟ انه جهة موثوقة فبتقول له مثلا اوكي طبعا هو بش رأس هيك يعني خلص انه اعتبر لي ايش جهة موثوقة هاي .com فهذا اعتبر لي ايش زي الروت هينت كمان اعملوا منه ايش زي الكويري طبعا هاد احنا ما ما منشتغل عليه يعني ولا انه دخل فيه بس انا حبيت تعرفوا يعني فور يور انفورميشن بدي ارجع كل ايش زي ما كان باجي بس هون بحكيه له التالي properties اقول له هاد انسانية اوكي بدي اشيل الطلامس هاي اللي ظهرت انسان next next خلص refresh اموري perfect هاي الكاش عرفنا موضوع الكاش اموري كلها هون تمام طيب هادا هيك يا شباب احنا ايش خلصنا هاد هاي اوه lad ها هاي اوه شكرا